بأعلى سعر فائدة على شهادة الادخار الثلاثية في السوق والأول مرة بعد قرار البنك المركزي باعتماد سعر صرف مرن للجنيه بنك خاص بينافس أكبر 3 بنوك حكومية في مصر من خلال شهادة امرلد الجديدة فيترى إيه تفاصيلها والمميزات اللي فيها وإمتى تكون مناسبة ليك أنا ماريا مجدي وخليك معانا علشان تعرف كل التفاصيل البنك العربي الإفريق الدولي أعلن عن طرح شهادة ادخار جديدة لمدة 3 سنوات تحت شهادة امرلد بعائد يصل إلى 17.4% سنويا وبدوريات صرف متنوعة علشان تناسب احتاجات كل العملاء وبكده البنك العربي الإفريقي يكون بينافس 3 بنوك حكومية بيترحوا نفس الشهادة تحت اسم الشهادة البلاتينية في البنك الأهلي وشهادة القمة في بنك مصر وشهادة بريمو جولد في بنك القاهرة والعائد على شهادة امرلد مقسم حسب أربع دوريات مختلفة الأول العائد السنوي بفايدة 17.4% والعائد الثاني بدورية صرف كل 6 شهور وبفايدة 16.50% والعائد الثالث بدورية صرف كل 3 شهور بفايدة 16.4% وأخيرا العائد الرابع كل شهر بفايدة 16% والشهادة الجديدة متوفرة لكل العملاء من الأفراد حتى القصر وتقدر تشتريها بفئة 1000 جنيه ومضاعفتها بس تعمل حسابك أقل مبلغ تشتري به هو 5000 جنيه وعن طريقها تقدر تستفيد بمميزات حزمة برامج تمويل Value Plus المضمون من البنك العربي الإفريقي الدولي وكمان تقدر تطلع بطاقة ائتمان سواء كانت فيزا أو ماستر كارد بضمان الشهادة وبحد أقصى 97% من قيمتها طب افرد احتاجت فلوس بعد ربط الشهادة تعمل ايه؟ في الحالة دي من حقك أن انت تسحب فلوس على المكشوف بضمان الشهادة بس بس بحد أقصى 90% من قيمتها ولو مش عايز قرد ومحتاج الفلوس ضروري تقدر تسترد قيمة الشهادة بعد مرور 6 شهور من تاريخ إصدارها بس خلي بالك في الحالة دي هتدفع حاجة اسمها عمولة كسر بتتخصم من العوائد بتاعتك ودي قيمتها بتختلف حسب تاريخ الاسترداد وهتلاقي جدول في البنك بيوضح قيمة المبلغ المخصوم لو طلبت الاسترداد في السنة الأولى أو الثانية أو الثالثة كمان ساعتها موظف خدمة العملة في البنك العربي الإفريقي هيقولك هتخسر كامبس ضبط علشان تاخد قرارك على أساس ده ودلوقتي فيه سؤال مهم تعرف ازاي ان الشهادة دي هي الاختيار المناسب لك؟ الإجابة هنا متأسمة لثلاث أجزاء الأولى لو لقيت العائد بتاعها كويس وبيغطي معدل التضخم اللي في البلد وبكده تحافظ على قيمة فلوسك وما تقلش في أسوأ الأحوال والتانية لو انت ملكش في الاستثمار ومش فاضي تتابع أسعار الدهب والبورصة علشان تعرف تشتري إمتى أو تبيع إمتى والتالتة بقى لو انت محتاج عائد ثابت ومضمون كل فترة معينة علشان يساعدك على ظروف المعيشة اللي بقت غالية جدا مع ارتفاع الأسعار انتوا كمان شاركونا برأيكم وقلولنا هل شايفين شهاداتا للدخار هتكون استثمار كويس من وجهة نظركم ولا هتدها بأمان أكتر اشتركوا في القناة